وزير خارجية النمسا نسعى لبناء علاقات على المستوى الأوروبي مع الأسد نيهاما يريد استثمار 45 مليار يورو في الطرق بعد نجاحه في الانتخابات الشرطة المالية تنفذ حملة تفتيش في فنادغ فين للبحث عن العاملين بالأسود النمسا تقدم منحة تعليمية للرعاية الطبية لتسعة آلاف شخص وتقرير يكشف أن الطلاف النمسا أكبر سنا في المتوسط الأوروبي وأخيرا وفات شاب في جبال تيرول بعد أن ضربته صاعقة رعبية مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة دعا وزير الخارجية النمساوي أليكسندر شالنبرغ المفاوضية الأوروبية إلى التخلي عن الأوهام السياسية والاعتراف بالواقع مشددا على ضرورة التحدث بصراحة بشأن الهجرة والتعامل مع دونالد ترامب محذرا من أن الاتحاد الأوروبي سيكون مسؤولا إذا أصبح ترامب تهديدا وأعرب شالنبرغ عن دعمه لمبادرة ألمانيا التي تدرس إعادة المهاجرين المدانين إلى سوريا مشيرا إلى ضرورة إعادة التفكير في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا وأكد أن التعامل مع النظام السوري ضروري لمعالجة الأزمات الإنسانية وتقليل الهجرة غير المشروعة معتبرا أن السياسة الحالية غير فعالة أكد المستشار النمساوي كارنيهاما أن تطوير البنية التحتية للنقل والطاقة هو مفتاح لمستقبل النمسا الاقتصادي والتنافسي وانتقد نيهاما شريكه الأخضر في الحكومة قائلا إن سياسة التأخير التي تتبعها وزارة النقل بقيادة لينورا جيفيسلر أبطأت تنفيذ مشاريع حيوية مثل نفق لوباو في فيينا ورغم التأخيرات أكد نيهاما التزامه بتعزيز البنية التحتية إذا عاد إلى الحكومة بعد الانتخابات من جانبه دعا وزير المالية ماجنوس برونر إلى رؤية شاملة تتوازن بين الابتكار وحماية البيئة وردت جيفيسلر بأن حماية البيئة والمناخ أولوية مشيرة إلى أن بناء الطرق يؤدي إلى مزيد من الازتحام قامت شرطة المالية بعمليات تفتيش في سبعة فنادق بفيين حيث تم فحص ستة وتسعين شخصا وأصفرت الحملة عن اكتشاف ثلاثة وعشرين مخالفة ما نتج عنه فرض غرامات بقيمة ثمانية وستين ألف يورو وجمع متأخرات ضربية تجاوزت ثلاثة وأربعين ألف يورو وتركزت الحملة على العمالة الأجنبية في مجالات التنظيف والخدمة وكشفت مخالفات تتعلق بقوانين توظيف الأجانب والتأمينات الاجتماعية وقانون مكافحة الإغراق الاجتماعي حيث كان نصف عمال أحد الفنادق يعملون بشكل غير قانوني وتم القبض على أربعة أشخاص بتهم الإقامة غير القانونية وأكد وزير المالية ماغنوس برونر على أهمية هذه الحملات في مكافحة التهربة الضريبية أكد وزير الاقتصاد مارتين كوخر ووزير الشؤون الاجتماعية والصحية يوهانس روخ عن استفادة حوالي تسعة ألاف شخص من منحة الرعاية منذ بداية العام الماضي حتى يونيو هذا العام بإجمال 108 مليون يورو وأشكل النساء 78% من المستفيدين وتهدف المنحة إلى تلبية الطلب المتزايد على الكوادر المتخصصة في مجال الرعاية حيث يحصل المتدربون على دعم مالي قدره 1536 يورو شهريا من وكالة العمل النمساوية وأشاد كوخر بالبرنامج لدوره في زيادة جاذبية مهنة الرعاية بينما أكد روخ على أهمية المنحة في دعم المتدربين المالي وتمكينهم من تغيير مصارهم المهنية أظهرت دراسة حديثة ليورو شتودنت مقارنة بين ظروف الدراسة في 25 دولة بيانت أن الطلاب في النمسا أكبر سن ويعملون أكثر من نظرائهم الأوروبيين ووفقا للدراسة يبلغ متوسط عمر الطالب في النمسا 27 عام بينما يتراوح المتوسط في الدول الأخرى بين 21 عاما في أزبرجان و31 عاما في أيسلندا وأوضحت الدراسة أن 75% من الطلاب الذين يعملون أكثر من 20 ساعة إسبوعيا لا يمكنهم تغطية نفقات دراساتهم دون العمل ويفكر واحد من كل ثمانية الطلاب في ترك الدراسة ويعمل في النمسا 56% من الطلاب طوال الفطل الدراسي بمتوسط 21 ساعة إسبوعيا توفي شاب يبلغ من العمر 22 عاما مساء الأحد بعد أن ضربته ساعقة رعدية في جبال تاورن العالية في تيرول حيث كان الشاب هو وهو من كاتنان في رحلة مشي مع عائلته عندما ضربت ساعقة رعدية قوية ولجأ بعض أفراد العائلة إلى الاحتماء تحت صخرة بينما واصل الشاب المشي وتعرض للساعقة على ارتفاع 2300 متر وبعد انتهاء العاصفة عثر شقيقه على جثته وحاول إنعاشه دون جدوى وكذلك الطبيب الذي وصل بواسطة مروحية إنقاذ وقد تزامن الحادث مع عاصفة تسبب في أضرار كبيرة مما استدعى تدخل حوالي 500 من رجال الإضفاء لإزالة الضرر كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أم السياسة عيدة وإلى اللقاء